نسمع مقطع من كلمة الرئيس وبعدين نكمل الكلام لرشيد جدا جدا دون هدر في الزراعة فأنا عارف أن وزارة الرئيس بتتابع ده دكتور مصطفى وعايز أتطمن منك وزير الرئيس على أن احنا استخدامنا للمياه هنا سواء للمسؤولين في الشركة أو لرجال الأعمال اللي شغالين في منطقة شرق الوعينات دي واحد نفس الكلام بينطبق على منطقة توشكا احنا المحطة المية اللي معمولة هناك من سنة 86 دي معمولة عشان تطلع حجم معين من المية احنا محتاجين ان احنا هذا الحجم يتم الاستفادة القصوى منه في الزراعة وبالتالي نظم الرئيس الحديثة اللي احنا بنتكلم عليها في كل الزراعات اللي احنا بنتكلم سواء كان ده للقطاع الخاص اللي شغال او لكم يبقى بيتم العمل بيها